وفي الإطار أطلقت اليوم السلطة والوطنية لحماية المعطيات ذات الطابعية الشخصي البوابة الإلكترونية التي تسمح للهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتمر عملية التسجيل للطلب الترخيص عبر ست مراحل انطلاقا من إنشاء حساب خاص لمسؤولي المعالجة للدخول إلى البوابة وهي خطوة تأتي في إطار تحقيق برنامج رئيسي الجمهورية في مجالي الرقمنة في الإدارات والهيئات العمومية تتمثل مرحلة الأولى في الدخول إلى الموقع تعالى السلطة ثانيا تسجيل وإنشاء حساب خاص للدخول وهذا من أجل التأمين ثالثا الولوج إلى الصفحة الرئيسية للبوابة الرقمية وذلك من أجل ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات أو طلبات الترخيص أو طلب الاستشارة اختيار موعد للوضع الاستمارة والتعقدة الصراع على المستوى المقر وذلك من أجل تسيير العدد الهائل الذي سيكون مستقبلا وضع الاستمارة وموقع من طرف المسؤول على المعالجة ولوضع المرفقات الصراع على مستوى المقر السلطة والحصول على وصل الاستلام في الأخير المسؤول على المعالجة يتلقى قرار السلطة الوطنية في الأجل محددة قانونا حيث أن التصريح يكون خلال عشرة أيام وطلب الترخيص يكون خلال مدة شهرين شكرا